محاكاة العملية الانتخابية محاكاة ديمومة المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين كنهج ثابت وراسخ لذا ومن هنا بدأت اللجنة التنفيذية للانتخابات بإقامة الفعاليات في المدارس لنشر الوعي الثقافي وآلية العملية الانتخابية لتشجيعهم على المشاركة عند بلوغ السن القانوني اليوم التقين بمجموعة من الطلبة شرحنا لهم عن العملية الانتخابية وشرحنا لهم ما هي الديمقراطية وكيف البحرين حققت هذا المركز المتقدم في الديمقراطية وحققت هذه المراكز المتقدمة في المشاركة شرحنا لهم معنى أن صوت للبحرين وماذا يعني الحفاظ على البحرين والمشاركة في العملية الديمقراطية شرحنا لهم بعض الأمور المتعلقة في مسألة العملية الديمقراطية وكيف تكون ووعدون الطلبة أنهم إن شاء الله لما يكونون في سن يسمح لهم بالتصويت والانتخاب أنهم يشاركون في العملية الانتخابية كنا متواجدين في مدرسة بن خلدون طبعاً كنا معهم اليوم عطيناهم فكرة عن العملية الانتخابية وهذه شيء من ضمن الفعاليات اللي قاعدين نسويها حق الثقافة الانتخابية وعطيناهم طبعاً أمثلة وتمارين يسوونها عشان يفهمون العملية الانتخابية بشكل بسيط وإن شاء الله نشوفهم في المستقبل يتصوتون ويمثلونها في المجلس تقنيات جديدة أطلقتها اللجنة التنفيذية بمساعدة وزارة التربية والتعليم لزيادة نشر الوعي بين طلبة المدارس وتثقيفهم بالعملية الانتخابية استفدنا ويد من المحاضرة وإن شاء الله بس أعطوني 8 سنة وصوت حق البحرين وارفع رأسها اليوم تعلمنا عن الانتخابات البلدية والانتخابات النهوبية وإن شاء الله هذا كبارنا بنشارك في العمليات الانتخابية تعلمنا عن شروط التصويت وهي شيء واجب بطني أنا لازم بسوي لنبلغة العشرين تجربة وطنية راسخة ساهمت في تعزيز أركانها اللجنة التنفيذية للحرص على متابعة أدق التفاصيل التي تساهم في إنجاح العملية الانتخابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر